اشتركوا في القناة من توقعات يوم الثلاثاء 25 اثنين القمر موجود في الحوت في منزلة الرشا وهي المنزلة جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح مازل القمر موجود في برج الحوت عشان هيك الفترة هاي منلاقي حالنا عنا حس روحاني عالي ومنلاقي انها تفكير نفسي او شيء له علاقة بشحن الجسم بالطاقة صحيح انه منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا او بيتأخروا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي فهي الفترة في كثير اشخاص بيقعوا في حبال الغرام بغسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور او اقتناء ال التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تتشكل معنا هي تقريبا بعد الحلقة اللي احنا منبث فيها الان هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتن رح تكون في تمام الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما الزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة اللي تقريبا بتستمر عشر ايام هي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثنتين وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بتتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة اما الزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ستة وسبع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة عصرا وهاي زاوية ايجابية وهاي في توقيت جرينتش يعني بتوقيت الوردن الساعة أربعة وحد عشر دقيقة من زيد ساعتين نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير فيه خلوة المسار خلوة المسار هذا رح يكون في تمام الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا ورح يستمر لغاية المساء اللي هو حتى تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وهذا بعني انه الفترة المذكورة ما بتصلح لا للبدء بعمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدنا فيه قبل خلوة المسار وبعدها القمر بنتقل للحمل طبعا بالنسبة لخلوة المسار القادم رح يكون يوم ثمانية وعشرين اثنين رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش برضو صباحا وبنتقل القمر للثور عمر القمر القمر الهلال عمره يومين في تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره ثلاث ايام نسبة الاضاءة سبعة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج سعيد القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يستقر في الحمل لغاية يوم ثمانية وعشرين اثنين مزاجه سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة ثلاثة بعدين بينتقل للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة لمزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى يوم اثنين وعشرين ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه برضو سعيد النبتن في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس النبتن يعني في نفس الحوت مزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي برضو مزاجه سعيد يبل ما ندخل على التوقعات اليومية لما أنا بحكي توقعات القمر مش أني أنا بستهزئ من التوقعات القمر أو أنها مش التوقعات الصحيحة أو أني بطعن فيها هذه توقعات القمر هي تقريبا السمل العامة الضاغطة على البرج بتكون يعني أهم الأمور اللي بتتحكم في البرج هي تحرك أو توقع القمر أما اللي أنا بحكي عن الخارطة الفلكية هي بتحكي إيش اللي بصير مع هذا الشيء يعني إيش اللي بكمل توقعات القمر مش إيش اللي بناقض توقعات القمر فعشان هيك إحنا بنحكي توقعات القمر عشان تأخذوا فيها بصفة عامة هي بتأثر على إيش وبعدين مندخل للتفاصيل منشوف إيش أشياء ثانية ممكن إنها تتعزز خلال النهار إما نكسب منه أو نحتاط منه عشان توقعات تصير نسبة أعلى من التوقع أو نسبة أعلى من عملية الحدوث أو تأثير عليكم وصلنا هيك للتوقعات اليومية برج الحمل بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج خذوا قصد كافي من الراحة بتحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف توقعات الخارطة الفلكية إيش اللي تحكي لك يا أنا شايف أنه اليوم عندك اهتمام بنفسك كبير عندك شخصية قوية جدا حابب أنك أنت اليوم تعمل شيء أو تغيير أو تهتم في نفسك أكثر يعني الطاقة جيدة جدا بتدعمك وبتعزز بعض الطاقات اللي موجودة في داخلك ممكن أنها تخفف عليك بعض ضغوط البيوت الأخرى حتى تأثيرات القمر أما بالنسبة لبيتك الثاني ففي عندك فرص اليوم لتحقيق مكسب مالي بيجي من عمل إضافي ولكن بنبهك من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه ما بعد ساعات الظهر في عندك بعض التحركات والنشاطات ممكن السفريات أو الاتصالات يعني فيها دعم كبير لإلك بتحظى بمساعدة أخ أو جار في خلال الفترة فترة ما بعد الظهر أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم عندك بعض الاهتمام المنزلي في أحد أفراد البيت أو في أحد الوالدين أو في صحة أحد الوالدين عندك اهتمام بالصيانات أو في ماشتريات بعض النواقص للمنزل أو بعض الترميمات والتصليحات أما بيتك الخامس فأعطيك نوع من أنواع التواصل مع الحبيب ولكن التواصل روتيني حركتك الروتينية ممكن اليوم تخرج في نوع من الترفيه ولكن ما رح يكون بالقوة اللي أنت بترجوها يعني ما رح يحدث التغيير أو الشيء القوي أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تحذر في ساعات النهار أنه يعني الوضع من الآن لساعات النهار بدك تحذر أنه ممكن يتراكم عندك العمل أو أنك أنت تقصر شوي في عملك أو تشعر ببعض الأعراض الغير اعتيادي بدك تهتم في نفسك شوي وفي ساعات ما بعد العصر بتقدر تنجز كل أعمالك والحظ بكون حليفك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه في عندك اهتمام اليوم بالقروض أو بسداد الديون أو بطرح موضوع العلاقة بالميراث الأمور إيجابية لإلك إذا كنت تبحث عن قرض فالأمر رح يساعدك في بعض الإنجازات على مستوى الدوائر الحكومية رح تكون برضو إيجابية جدا بالنسبة لإلك إن تحركت في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه عصبيتك الزيادة لدرجة أنه ممكن ترتكب أي تهور خلال هذا النهار حاول أنك أنت ما تعمل أي شيء يمس سمعتك أو يأثر على سمعتك أو يترك أي أثر سلبي على سمعتك إن كان إلك أنت بتعمل مثلا في المجالات الشركات الكبيرة أو أقول أنك أنت ما تدخل في نقاش حاد ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤساءك بالعمل فهذا الإشي يخلق لك نوع من المشاكل وحاول أنك ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك أو أنك أنت تخلي العمل يتراكم عندك دون إنجازه أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف أنه اليوم عصبيتك عالية جدا لدرجة أنك ممكن تفرض سيطرتك على بعض الأصدقاء أو تخسرهم من وراء عصبيتك فحاول أنك أنت تتعامل بلين ما تحاول أنك تفرض حالك بعصبية وما تحتد بالنقاش بينك وبين أحد أصدقائك حتى لو اكتشفت أنه هو لا يصلح أن يكون صديق فحاول أنك أنت تمسك نفسك شوي وما تخلي الأمور تكبر أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو سلبي جدا فعشان هيك اليوم رح تشعر في بعض الوهن أو التعب الصحي وبرضو رح تتراكم عندك الأعمال حاول أنك ما تستسلم خذ فترة راحة من وقت لآخر وحاول تهتم بصحتك وإن احتاج الأمر توجه للفحص أو العلاج عن طبيب برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو علاقات الأصدقاء بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة يعني هاي النقطة شوي القمر بحكيها خلينا نشوف إحنا الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول طاقتك اليوم نحكي بأوجه عندك ثقة بنفسك عالية جدا اهتمام بنفسك جيد جدا مشحون بطاقة عالية ما عندك نوع من أنواع الاضطرابات نحكي طاقية أنه أنت مشحون بطاقة سلبية أو مكتئب أو هذا بالعكس أنت حاب اليوم تعمل أي تغيير أو الاهتمام بشخصيتك وبنفسك حتى ممكن على مستوى اللبس أو مستوى قصة الشعر أو حتى على مستوى الجراءة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه فيه فرص لمكسب مالي من عمل إضافي أو ممكن تحصل على هدية حاول أنك أنت تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه فيه بعض التحركات اليوم ولكن أنه الحظ مش كثير بدعمك في هاي الأمور بدك تعتمد على جهدك أو على عقلك ولكن بيساعدك في ساعات ما بعد الظهر أنه بيكون عندك سرعة بديها عالية تقدر تناقش وتجاوب بكل سهولة إذا كان عندك امتحان أو تنقلات ما في داعي للمغامرات وما في داعي أنك تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو بيعمل نوع من أنواع التوازن ما بينك وبين أصحاب البيت ممكن أنه أنت يكون فيه نقاش عائلي أو اجتماع عائلي أو اهتمام بأحد الوالدين ممكن يساعدك أخ في مسألة معينة بتريحك أو بتساعدك بخلال الفترة القادمة بيتك الخامس خالي ما باعتمد على الحظوظ نهائياً ولا على المعاكسات فهو طبيعي على حسب الحياة الطبيعية تعتك بيتك السادس برضو نفس الشيء أعمالك أن تم سيطر عليها فيه نوع من أنواع الحظوظ بتدعمك وضعك الصحي شيئاً ما إيجابي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أن اليوم عندك كثير من النشاطات مع الشركاء شركاء العمل أو شركاء العاطفي بتحاول أنك توصل لفكرة معينة أو لشيء معين تجمع ما بينك وبينهم حاول إذا عرض عليك عقد أو شيء معين أنك تقرأه وتدرسه بشكل جيد جداً حاول إذا عندك فكرة لمشروع معين أنك تطرحها خلال هذا النهار هذا الموضوع بساعدك أما بالنسبة لبيتك الثامن فإذا حاول إذا عندك أنت رغب في اقتراض الأموال أو المعاملات البنكية اليوم فممكن أنك تستغل هذا النهار لحل هذه المسألة أو تقديم الطلبات للقروض في منك ورح يهتم في مسائل إلها علاقة بالميراث أو بأمور إلها علاقة باسترداد بعض الأموال إما من ضريبة أو من تأمين فهذا الأمر بساعدكم بشكل جيد جداً في منكم ممكن يحصل على حاجية ثمينة أو يسترد بعض الديون أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه عصبيتك زيادة لدرجة أنه اليوم أنت ممكن تحتد بالنقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل أو بين رئيسك في العمل حاول أنك أنت تمسك عصابك وحاول أنك أنت ما تتأخر وما تخلي أعمالك تتراكم إن جزء اللي بتقدر عليه من الأعمال دون تراكمها وحاول أنك ما تتأخر على دوامك أو تتغيب يعني الوضع يعني لما نحكي البيت العاشر هذا بيت السمعة حاول أنك ما تعمل أي شيء يضر بسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنت اليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو تكون برفقة صديق أو زيارة صديق حاول أنك تستغل هذا النهار بالشكل الإيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير فهذا بضغط على الصحة وبضغط على النفسية وبيخليك تتأخر عن دوامك وبعرضك للمخاطر من إفشاء بعض الأسرار عنك حاول أنك أنت ما تعطي سرك لحدا وراقب لنفسك مزبوط حاول أنك تتعامل بلين بدون حدية وبدون عصبية حاول أنك أنت برضو يعني إذا شعرت بأي وهن أو تعب خلال النهار أنك أنت تراجع طبيبك راقب غذائك وراقب صحتك برج الجوزاء يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين بتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لشخصيتك الأمر أو بيتك الشخصي شايفه جيد جدا مدعوم بطاقة جيدة جدا عندك حماس ونشاط عندك أفكار عندك حيوية معينة سرعة بديهة عالية اهتمام بنفسك كثير حاول أنك تستغل هاي الأمور وتعزز النواقص أو السلبيات اللي موجودة في بعض الويوت أما بالنسبة لأبيتك الثاني فأنا شايف اللي بعملوا في المجالات الأعمال الإضافية هم أكثر المستفيدين ماليا ممكن اليوم تكون عندك أي اهتمام في فوترة أو في جدولة بعض الأمور حاول أنك أنت تركز مزبوط وتقلل من مصاريفك في بعض الأوقات من خلال النهار بتزيد عندك الاتصالات أو التواصلات أو التنقلات حاول أنك تستغلها بالشغل الإيجابي لأنه في هذه الأوقات بتدعمك بالحظوظ الكاملة اللي عنده امتحان ما يعتمد على الحظوظ بل أنه يعتمد على دراسته والتحضير للامتحان أثناء التنقلات ما في داعي للتهور أما بالنسبة لبيتك الرابع وتكملي من بيتك الثالث ممكن يصير في نوع من أنواع التعاون بينك وبين أخ على مسألة معينة أو المشاورة لحل مشكلة معينة ممكن يصير في نوع من الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلك حاول أنك أنت تكون عنصر إيجابي على مستوى البيت بدون عصبية بدون انفعال أما بالنسبة لبيتك الخامس فالعاطفي أقل من الأيام الماضية يعني في نوع من أنواع التوتر ممكن يصير ما بينك وبين أحد الأبناء ولكن على مستوى أمورك العاطفية ما في أي نحوسة بالعكس الأمر مستقر طبيعي على طبيعته ولكن تجد في نفسك بعض الفتور أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الدعم على مستوى إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ممكن اليوم أنك تحقق أشياء كثيرة من خلال أعمالك ممكن أنك تراقب صحتك أو تهتم بصحتك شوي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اللي بسعى لحل مشكلة بنكية أو أمور قروض أو ديون اليوم بقدر ينجز كثير من الأمور في هذا الباب ممكن إعادة الجدول إلى الديون هاي أو يقدر أنه يرتب أموره البنكية بطريقة جيدة جدا في بعض الأشخاص رح يكون عندهم بعض المعاملات البنكية أو الاهتمام البنكي أو الدوائر الحكومية في جراء بعض الأوراق أو استكمال بعض الأوراق القانونية أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده سفر أو امتحانات خصوصا السفر البعيد أو امتحانات أو تنقلات بعيدة يراقبوا حالهم مزبوط من الانفعال والتهور ويديروا بالهم من الحوادث والأعطال اللي ممكن تصيب مركبتهم أو ممكن أنهم يتأخروا على موعد الطيارة فتروع عليهم الطيارة أو صير أي مشكلة لها علاقة بالتأخير فتسبب أنه بضغط عليه بأثناء السفر اللي عندهم قضية قضائية لازم اليوم يكونوا حاضرين ويجهزوا حالهم بالأوراق المطلوبة لأنه ما رح يكون لصالحهم أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو بضغط عليك بشكل كبير فدير بالك سمعتك على المحك وحاول أنك لا تدخل في مشاكل كبيرة وحاول أنك ما تدخل بخلافات أو صراعات مع رجال الدولة حاول أنك تنجز كثير من أعمالك اليوم حتى ولو كثرت وما تدخل في أي نقاش حاد ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يصير في صدام ما بينك وبين صديق أو نقاش حاد جدا على مسألة ممكن أنها تكون تافهة حاول تمسك عصابك ما تحاول تفرض حالك أو تفرض رأيك على أصدقائك عشان ما تخسرهم حاول أنك تمسك أعصابك من الانفعال والتهور ممكن يكون اليوم في دعوة أو عزومة لشيء معين تكون هاي الدعوة أو العزومة ممكن أنت ما تندعي لها وهذا الأمر يستفزك بشكل كبير حاول أنك أنت ما تهتم وحاول أنك تمشي الأمور بشكل إيجابي دون الالتفات لسخافات الأمور أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو دعمك بشكل كبير لدرجة أنك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال وعندك قدرة على ترتيب أوراقك من الجديد وتبدأ من أول وجديد بدون ما أنه حدا يأثر عليك أو يسيطر عليك يعني نقدر نحكي أنه ظهرك محمي من الأعداء والواشين برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن تشعروا بقوة العاطفة لديكم أحلام بالسفر والقيام بالمشاريع الكبيرة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول بشحنك بطاقة كبيرة عندك اليوم رغبة بإنجاز كثير من الأعمال والتحركات عندك اهتمام بنفسك عالي جدا بشخصيتك بلبسك بهندامك ممكن بقصة شعرك أو شيء له علاقة بالتجميل يعني الوضع عندك إجمالا جيد جدا أما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالأموال اللي بتيجي عن طريق تعويض أو بتيجي عن طريق هبات أو مساعدات أو عن طريق العمل الإضافي وفي منك رح يحصل على هدية ولكن بالمقابل بتكون تهتموا بمصاريفكو حاول إنك تقلل من نفقاتك ما تصرف في المكان اللي ما في داعي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه في بعض الاتصالات والتحركات اليوم تدعمك بشكل إيجابي ممكن أنك تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار اللي عنده امتحانة رح يحقق إنجاز حلو كثير أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو بزيد اهتمامك بالبيت ببعض التصليحات أو الترتيبات أو الصيانات أو شراء بعض النواقص لهذا البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فعواطفك بطبيعتها فاترة ما عندك كثير من الأمور بتتعامل أنت على طبيعتك لأنه هو بيت روتيني لأنه لا في حظ بدعم ولا في نحوسة بتعركس عليك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال والنشاطات في منكو رح يهتم بصحته أو يراجع الطبيب للاهتمام بصحته ممكن يعمل بعض الفحوصات أو يبدأ ببرنامج لتنزيل الوزن أو شيء له علاقة بالجماليات يوم إيجابي وبتقدر تستغلوا على مستوى العمل حتى أنك تقدر أنك تقدم لوظيفة معينة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه كثير من الحدية موجودة في هذا البيت ممكن توصل للنزاعات ما بينك وبين شريكك أو تكتشف شيء أو خطأ عن شريكك تحاول أنك تقومه ولكن بعصبية فهذا الأمر رح يزيد الأمر سوء وممكن توصل لخلافات كبيرة حاول تمسك عصابك أما بالنسبة لبيتك الثامن في عندك كثير من الأمور الغيبية بتهتم فيها خلال هذا النهار ممكن أنك تهتم بتفسير الأحلام أو تهتم في مسائل بعلم زي علم الفلك أو مثلا في الأمور الفلسفية أو العقائدية أو الدينية حاول أنك أنت تركز بشكل إيجابي وتعرف إيش اللي بدك إياه ولا تدخل على أشياء أنت ما بتفهم فيها وتحاول أنك تجرب فيها كتجربة لأنه رح تأذيك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الأمور إيجابية على مستوى السفر ما في لا إيجابية ولا سلبية بتضغط عليك ولكن الحظ بدعمك في بعض المواقف ولكن بدك تدير بالك من التهور أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة كثير محتد الفترة هاي وكثير في طاقة سلبية حاول أنك تحصل نفسك وتحمي سمعتك ما تعمل أي شيء ممكن يضر سمعتك لا مع رجال القانون ولا مخالفة القوانين ولا حتى بمجال عملك بالنقاش حاد أو نزاع أو مشكلة ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل حاول أنك ما تتغيب عن عملك ولا تتأخر عن عملك بالعكس لازم تحافظ على هاي الأمور كلها أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة رح تكون إيجابية جدا أو يكون في لقاء معين بجمع ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تطلب منهم المساعدة في مسألة معينة ويلبوا النداء وما يخذلوك بالعكس يساعدوك ويدمن كل شيء أنت بحاجته وممكن تحصل على هدية أو جائزة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متاعبك فأنا شايف أنه في أمور ضغطة على بيت المتاعب لدرجة أنه أنت إما أنك سهل أنك تصاب بالعين أو تحسد أو حتى أنه شخص يتآمر عليك بالخفاء أو تسريب بعض الأسرار اللي أنت كنت مأتمن عليها شخص تتسرب هاي الأسرار وتصير نوع من الضغط عليك حاول أنه تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم حاول أنك أنت تحافظ على صحتك وإن شعرت ببعض الأعراض الجانبية راجع طبيبك واهتم بصحتك برج الأسد بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكي أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول بيت الشخصية أنا شايفه جيد جدا يعني بساعدك في كثير من الأمور ممكن تهتم بحالك أو بصحتك بيتك حاول أنك أنت تغير من نفسيتك شوي وتشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في فرص لبعض الأموال اللي ممكن تجيك من عمل إضافي ولكن أنه بدك تقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والنشاطات والاتصالات ممكن يكون في ترويج لسلعة معينة أو اهتمام بسيارتك أو بتليفونك ممكن اليوم يكون عندك امتحان وتنجز فيه إنجاز جيد سرعة بديهتك عالية قدرة التواصل مع العالم اللي حواليك جيد جدا يعني بتقدر تقنع اللي حواليك بوجهة نظرك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فمنوخذ من الرابع ومن الثالث نجد إنه عندك بعض الاهتمام العائلي أو في بعض المسائل العائلية أو اهتمام في نواقص منزلية ممكن اهتمام بينك وبين أحد الإخوة في مسألة معينة البيت الرابع بعزز العلاقة العائلية وبيخليك شوي تهتم بالبيت أو بأحد أفراد البيت بطريقة إيجابية ممكن أنت تهتم بنواقص البيت أو بعض المشتريات أو اللوازم المطلوبة منك داخل البيت أو تدخل بنقاشات أو لقاءات عائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم عندك كثير من النشاطات العاطفية ممكن اليوم أنت تبدأ بخطوة جديدة مع الحبيب تعزز من علاقتك وعلاقته مع بعض ممكن تخرج بالترفيه أو في بعض النشاطات اللي فيها نوع من أنواع المرح والفرح أما بالنسبة لبيتك السادس فعندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكللة إليك رح تهتم بصحتك كمان أكثر أما بالنسبة لبيتك السابع فموضوع الشراكي اليوم رح يدخل على المحك يعني ممكن اليوم يكون في نقاش ما بينك وبين شريكك بالعمل أو بالعاطفي ممكن اليوم تطرح فكرة معينة أو ينطرح عليك فكرة معينة وتكون فكرة إيجابية لازم أنك تدرسها وتناقشها بعقلانية أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بدعمك مالياً عن طريق شراكي أو تعويض ولكن بالمقابل بشوف أنا أنه ممكن يكون في زيادة بالمصاريف وممكن أنه أنت ما تقدر تسيطر على الأمور لدرجة أنك رح تنفق باتجاه يعني باتجاه أنت مش بحاجته حاول تمسك حالك من الإنفاقات أو النفقات المتصاعدة أما بالنسبة لإهتمامك بالأمور الغامضة والروحانية والكتب الخيالية أو المواضيع الإرثية أو التاريخ أو الفلسفي أو الدين فهذا كله رح يكون بشكل إيجابي ممكن أن تهتم في أمر العلاقة بالديون أو القروض أو ترتيب بعض المستحقات اللي عليك من خلال بنك أو دائرة حكومية أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات خلال هذا النهار أو امتحان جامعي أو أي علاقة مع المؤسسات التعليمية حاول أنك تمسك عصابك ما تنفعل وما تتهور وما تغامر وحاول أنك ما تعتمد على الحظوظ بالعكس بدك تكون مستعد وجاهز لأنه في نوع من السلبية بتضغط على هذا البيت حتى على الأمور القضائية اللي عنده قضية بده يكون مستعد وما يتغيب ويكون جاهز بأوراقه ومستنداته ولا أنه الأمر بيصير ضده أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فأنا شايف أنه يعني ممكن يكون في نوع من الضغوطات ولكن أنك أنت بتتجاوزها عندك سرعة بديهة عالية وعندك قدرة على تجاوز هذه الأمور بتقدر أنك أنت تسيطر على الأمور بشكل جيد في عندك برضو اليوم كثير من الأعمال الموكلة لأيلك ممكن أنت تنجزها أو تتعاون مع أحد الزملاء أو رؤسائك في العمل بإنجازها أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن تتوجه لك دعوة أو مناسبة معينة يتم حضورك لإلها فرح تكون في كثير من الاتصالات بينك وبين الأصدقاء أو طلب المساعدة من صديق أو المشورة فبكون الأمر لصالحك وبكون الأمر إيجابي أما بالنسبة لبيت متاعبك فهون بدك تحمي حالك من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك أو بحاولوا يحيكو لك شيء معين بالخفاء بدك تكون حذر وصاحي وتعرف أنت كيف تناقش الأمور بشكل إيجابي بدون ما تحتد وتعصب وحاول تحمي نفسك بشكل جيد أما بالنسبة لوضعك الصحي فأنا بشوف أنه اليوم ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية حاول إذا شفت الأمر ضاغط الزيادة عن اللزوم على مستوى الصحة راجع طبيبك وما تتغيب عن عملك وما تتراخى في إنجاز الواجبات حتى ولو كثرت حاول أنك تنجز كل الأعمال الموكلة لا إلك برج العضراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكتكم الأجواء مشجعة يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية مع الشركاء بسودها الإنسجام والتوافق هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف البيت الأول جيد جدا بدعمك بشكل إيجابي على المستوى النفسي والشخصي عندك اليوم اهتمام بنفسك كثير بتراقب كثير أمور نفسية بتحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن تهتم بالمجال التجميلي أو بتغيير قصة شعرك أو أمور إلها علاقة بالجماليات أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم عندك كثير من الاهتمامات المادية وممكن يجيك مال عن طريق عمل إضافي أو منحة أو هبة معينة أو مساعدة ولكن بدك تراقب مصريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من التحركات والاتصالات والدراسة ممكن اليوم تبحث في مسألة معينة أو ترتب مسألة معينة أو تحلل مسألة معينة في عندك قدرة على الإقناع والترويج والتسويق لكثير من الأعمال أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم في نوع من أنواع العلاقة أو التواصل ما بينك وبين أحد الإخوة ممكن يساعدك في مسألة معينة أو ممكن أنه يكون في لقاء عائلي على مستوى العائلة أو لاهتمام بصحة أحد الوالدين أو بأحد الوالدين بدون موضوع صحة يعني تهتم فيه أو تتناقش معاه أو تجلس معاه تشاور أنت وياه في موضوع معين ممكن يصير فيه نوع من الاهتمام على مستوى البيت كنوع من الديكور أو التغيير أو حتى تغيير السكن يعني بصير فيه عندك اهتمام على مستوى المنزل بكل معطياته وحيثياته أما بالنسبة لبيتك الخامس فبدأك تراقب اليوم عصبيتك بالتعامل مع الحبيب حاول أنه ما تدخل بصدامات أو نقاشات حدي فممكن أنه تحتد الأمور لدرجة أنه يصير زعل ما بينك وبينهم أو بينك وبين الحبيب في خلال هذا اليوم لدرجة أنه يحتد الأمر لعدة أيام قادمة حاول أنك تمسك أعصابك وحاول أنك ما تغامر وتتهور خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم موضوع الأعمال هو بتركز تركيز كامل عندك في عندك بعض النشاطات على مستوى الأعمال تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وعندك بعض الاهتمام بصحتك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط أو الخلاف أو النقاش الحد رح يكون بينك وبين شريكك حاول أنك أنت تمسك أعصابك في النقاشات خصوصا مع شريكك بالمال أو بالعاطفة ما تدخل بنقاشات حدي ما تحتد بالنقاش ما تختلق المشاكل أو تطور المشاكل لدرجة أنها تصل لمرحلة ما تكون سهلة أو يعني عواقبها تكون وخيمة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من الفرص لتحقيق بعض المكاسب المادية أو المرابح المادية ممكن تيجي عن طريق قرض أو عن طريق نوع من أنواع التعامل البنكي أو الاهتمامات بأموال مستردة من ضريبة أو من تأمين حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك اليوم كثير من الاتصالات الخارجية مع دول غير الدولة اللي أنت عايش فيها أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن يساعدوك في مسألة معينة أو يكون في بعض الحلول لعمل أو شيء له علاقة به هذا القبيل لازم تهتم أنت برضو إذا عندك سفر أو عندك امتحان يعني حاول أنه مش كثير تعتمد على الحضوض حاول أنك أنت تكون مستعد وجاهز لهذا الأمر إذا كان عندك قضية قضائية ممكن أنها تكون لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه ضغطك على مستوى السمعة فهذا ممكن يسبب لك بعض المشاكل أو يعمل علامات استفهام على مستوى السمعة حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بصدامات مع رجال القانون وبرضو بأي نقاشات مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل حاول أنك أنت تأخذ على جانبك وما تحتد عشان الأمور ما تكبر وتخرج عن السيطرة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة معينة فتكون الدعوة هاي إما لحضور حفلة أو مناسبة فيكون حضورك ملفت أو ممكن يصير فيه نوع من الاتصالات بينك وبين صديق يساعدك في مسألة معينة أو ينجدك في بعض الأمور أو يشور عليك إيش تعمل بالفترة القادمة فيكون الأمر لصالحك أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا بحكي لك أنه بدك تدير بالك بما أنه بيت متاعبك سلبي فمعناته أنه كثير من الأمور رح تكون ضغطة خلال هاي الفترة في أشخاص ممكن بتآمروا عليك أو ممكن أشخاص بتكيد لك في مسألة معينة حاول أنك تحمي نفسك حاول أنك ما تتأخر عن عملك ما تتراخى في إنجاز الأعمال الموكللة إليك حتى ولو كثرت حاول لو بتعمل وقت إضافي على أساس أنك تنجز كثير من أعمالك وانتبه لصحتك وانتبه لصحتك وراقب غذاءك برج الميزان بيتراكم العمل عندكم انتبهوا جيد إلى صحتكم نظموا واجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني برضو طاقتك منيحة ممتازة اهتمام بشخصيتك بنفسيتك ممكن اليوم تسعى لموضوع تجميلي قص شعر أو شيء بيتعلق فيك انت بتغير من نفسيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور شوي فيها نوع من الإيجابية ممكن يجيك اليوم بعض الأموال عن طريق عمل إضافي ولكن بالمقابل بتكثر المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتنقلات والحركة والنقاشات ممكن اليوم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق يبدعوا واللي عندهم امتحان اليوم بيقدموا بشكل جيد في ناس كثير راح يكون عندهم تنقلات أو سفريات داخل بين المدن راح يتحركوا بنشاط كثير راح يكون في نوع من أنواع التعاون أو الاتصال بينك وبين أخ أو جار أو تفاهم على مسألة معينة أو نقاش على مستوى معين أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه بضغطك على مستوى البيت ممكن يصير فيه خلافات أو نقاشات حدي أو تحتد بالنقاش بينك وبين أحد أفراد البيت ممكن يصير بعض الأعطال أو الخراب المنزلي يشوي يستفزك أو يشغل شوي من تفكيرك ويكون فيه كثير من المصاريف في هذا الاتجاه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الوضع الصحي ووضع العمل اللي عندك اليوم ضاغط يعني ممكن أعمالك تتراكم عندك ممكن يصير عندك مشاكل في مكان العمل وممكن صحتك تنضغط فحاول أنك تنتبه لهذه الأمور حاول أنك ما تتأخر عن عملك حاول أنك تتراكم صحتك وتستشير طبيب إن دعت الحاجة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور ممتازة ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع المردود المالي بيجيك عن طريق شراكة أو من شريكك من زوجك أو من زوجتك أو عن شركائك بالعمل ممكن يصير اليوم فيه طرح لفكرة معينة أو مشروع معين يكون جيد ويلاقي الاستحسان عند الطرف الثاني أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم برضو بيعزز أمور المردودات المالية أو المكافآت المالية أو الهدايا المالية ممكن اليوم يجيك بعض الدعم أو ممكن تفكر أنت في نوع من التعامل مع بنك لطلب قرض أو مساعدة فالأمر رح يكون لصالحك وممكن يجيك أموال عن طريق شيء له علاقة بميراث أو له علاقة باسترداد من تأمين أو من ضريبة أما بالنسبة لبيتك التاسع يعني ومش هالقوة الكاملة بالدعم للحضوظ بالنسبة للامتحانات والسفريات والتنقلات أو الاتصالات الخارجية حاول أنك تعتمد على قدراتك وتكون مستعد حاول أنك تدرس وتستعد إذا كان عندك امتحان أو مناقشة حاول تتعامل بلين مع الأطراف اللي أنت بتتواصل معهم خارج البلاد أو مع الشركات الأجنبية أما بالنسبة لبيت متعبك بيتك العاشر يعني بقولك تدير بالك اليوم من المناقشات الحادية ومخالفات القوانين أو المجازفات حاول أنك أنت توصل لحلول جيدة مع زملاءك بالعمل أو رئيسك بالعمل حاول أنك أنت ما تتأخر عن عملك وما تقصر بالأعمال الموكللة لك وتعامل بلين بدون عصبية أو انفعال أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو يكون في لقاءات مع أصدقاء أو صديقي تصل فيك لأجل الإطمئنان عليك أو استمرارية التواصل ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت متعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير لدرجة أنه اليوم يعني بتحس أنه في كثير من العكوسات أو النحوسات بتصيبك طبعا هذا معظمه بيجي من بيت المتاعب بتحس في كسل أو أنه الأعمال بتتراكم عندك ممكن يصير بعض المشاكل في بعض الأعمال الموكللة لك فما تقدر تنجزها أو صار فيها أخطاء بدك تكون منتبه حاول أنك ما تغيب عن عملك وما تتأخر على أساس أنه ما تكبر الأمور وتحتد زيادة عن اللزوم وإذا شعرت بأي تعب صحي راجع طبيبك برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة والمال بوسعكم شراء ورقة يا نصيب طبعا هاي من أكدها لما نوصل إحنا للخارطة الفلكية هاي فترة حظ بتقوى علاقتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني اليوم عندك اهتمام بنفسك عالي جدا طاقة إيجابية عالية جدا موجودة عندك ممكن اليوم تهتم في مسألة تجميلية أو في شيء العلاقة في التجميل أو في التغييرات النفسية أو الجسدية أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم عندك اهتمام كثير بموضوع المال أو ترتيب الأمور المالية أو الفوترة أو صرف بعض الأموال وأنا ما بنصح فيها بالفترة هاي ممكن يجيك مال عن طريق عمل إضافي وممكن تجيك كهبات أو مساعدات ولكن قلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف فيه نوع من أنواع التواصل والاتصالات اليوم والتنقلات فيه نوع من التواصل مع أخ يمكن يساعدك في مسألة معينة على مشكلة أو حل مشكلة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور مستقرة يعني روتينها العادي بالنسبة لبيت ما فيه أي مشاكل تذكر ولكن ممكن أنه يصير فيه نوع من الاهتمام بصحة أحد أحبائك أو المقربين لا إلك من العائلة أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا منقول ما فيه داعي لشراء ورقة يا نصيب الحضوظ ما بتدعمك بالعكس يعني أنا شايف أنه فيه ضغط كبير ممكن يوصلك لخلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين الحبيب وممكن تخسروا بعض فحاول أنكما تكبروا الأمور عشان ما توصلوا لها المرحلة هاي لا حظ يعني الحظ والعاطفي اليوم هذا قليلي جدا حاول أنك ما تجازف وما تغامر بالأمور العاطفية وتكون خطأ أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المو كاللة إلك فيه عندك نوع من أنواع الحضوظ بتدعمك على مستوى العمل ممكن اليوم تبدأ ببرنامج غذائي أو شيء العلاقة بتنزيل الوزن أو تحافظ على وزنك مثلا يعني فيه اهتمام تجميلي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه على مستوى الشراك المالي والعاطفية لا فيه إيجابية ولا فيه سلبية بتتحرك في هذا المجال فهو على طبيعتها أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه كثير من الأمور المالية هي الي بترهق تفكيرك خلال فترة هاي في بعض المساعدات المالية ممكن تجيك أو بعض الدعم المالي ممكن يجيك عن طريق إرث أو عن طريق معاملة بنك أو قرض أو استرداد مالية عن طريق دوائر حكومية أو عن طريق تأمين أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم بتفكر بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو مع أشخاص عايشين خارج البلاد حاول أنك أنت تتواصل بإيجابية اللي عنده امتحان جامعي اليوم بيبدع فيه واللي عنده سفر اليوم ما فيه أي عكسات تأثر عليه أما بالنسبة لبيت سمعتك فمن ساعات المساء بدك تدير بالك لأنه بيبلش فيه نحوسات وضغوطات تضغطك على باب السمعة فحاول أنك ما تجازف ولا تخالف القوانين الأمور كلها عليها علامة استفهام بالفترة القادمة فحاول أنك ما تدخل بأي شيء يعملك أي مشاكل لا على مستوى عملك مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل ولا على مستوى شخصيتك أنك تغامر في شيء معين أو تخالف القوانين فينعكس على سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الوضع إيجابي جدا بيساعدك بكثير من الأمور وبيسهلك كثير من الأمور عن طريق الأصدقاء أو العلاقات الاجتماعية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلية أو مناسبة أما على مستوى بيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايفه ضغط كثير فحاول أنك تحصن نفسك من العين ومن الحسد حاول أنك تحمي حالك من الأشخاص اللي ممكن يكيدوا لك أو يتأمروا عليك أو يستغيبوك فحاول أنك تكون حذر من كل هاي الأمور لا تتأخر عن عملك ولا تجازف بسمعتك وعملك حاول أنك تداوم بوقتك ما تتأخر عن الدوام حاول أنك تنجز كل الأعمال المكللة إلك وحاول أنك تراقب غذائك ووضعك الصحي برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مساكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك على مستوى بيتك الشخصي فأنا شايف أنه اليوم عندك اهتمام بنفسيتك وبشخصيتك ممكن اللي اهتمام بشكلك أو مظهرك أو بشيء تجميلي أو شراء بعض الثياب فاليوم إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي هم اللي ممكن يستفيدوا خلال هذا النهار ولكن باقي بتكثر عليهم المصاريف حاول قدر الإمكان إنهم ما يسترسلوا في الأمور المالية ويصرفوا الفلوس اللي عندهم الفترة القادمة بتطلب الدخار ما بتطلب الصرف والإصراف أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من الاتصالات والتنقلات خلال هذا النهار عندك بعض الأعمال اليوم تطلب منك جهد ذهني وجسدي عندك كثير من القدرة على الإقناع أو بالنقاشات أو بالتسويق أو بإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظرك أما على مستوى بيتك الرابع فأنا شايف إنه الأمور ضغطة عليك على مستوى البيت فممكن هاي الضغوطات تسبب لك بعض المشاكل مع أفراد العائلة أو بعض أهل البيت فحاول إنك أنت تمسك أعصابك من التهور ممكن يصير بعض الأخطاء الأعطال أو الأخطاء داخل البيت تستفزك لدرجة أنه أنت ما تقدر تمسك حالك حاول إنك تتجاوز الفترة هاي الصعبة على مستوى البيت مع أحد أفراد العائلة أو مع أحد المقربين لإلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية اليوم بلشت تتحرك عندك بشكل إيجابي عندك اهتمام بالحبيب أو رغبة بالتواصل مع الحبيب أو الخروج بنزهة أو تعيش أنت ويا أجواء رومانسية إيجابية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك في شكل إيجابي وكبير وعندك اهتمام بصحتك أما بالنسبة لبيتك السابع في نوع من التواصل ما بينك وبين أحد الشركاء شركاء المال أو العمل وممكن تطرح فكرة معينة وتكون الفكرة هاي ممتازة وقابلة للتنفيذ يعني في نوع من التوافق ما بينك وبين شركاءك أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بفتح لك باب الدعم الخارجي وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالقروض البنكية أو المساعدات أو الهيبات أو المستردات القانونية من ضريبة أو من تأمين فحاول أنك إذا عندك رغبة لتقديم لقرض اليوم هذا مناسب أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير برضو من التحركات والسفر أو رغبة بالسفر أو الاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو العمل من ضمن مؤسسات تعليمية فاليوم إيجابي واللي عنده امتحان رح يبدع خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه علاقاتك الاجتماعية جيدة اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو التواصل مع أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهو حاميك ومساندك بالفترة هاي واليوم هذا إيجابي لا إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وممكن يكون في عندك برنامج للرعاية الصحية أو الجسدية لإلك يعني تراقب وضعك الصحي أو برنامج غذائي أو شيء من هذا القبيل برج الجدي بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة تستفيد من علاقتك مع المحيط يعني أنا شايف هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول عندك اهتمام شخصي بنفسك عندك قدرة على تحقيق كثير من الأمور النفسية خلال هذا النهار يعني بتشحن حالك بالطاقة الإيجابية بالوقت اللي أنت بالدكية ممكن يكون في عندك نوع من أنواع الاهتمام بمظهرك أو بلباسك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في كثير من الأمور المالية اللي بتشغل تفكيرك ممكن يجيك اليوم هبا أو هدية أو مساعدة واللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي هم أكثر المستفيدين أما بالنسبة لبيتك الثالث فبدك تكون حذر اليوم أثناء تنقلاتك واتصالاتك من العصبية ومن التهور وحاول أنك أنت تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة أو حاول أنه أنت ما تسرح وما تلتهي بشيء لأنه اليوم هذا بعمل علامة استفهام على أي شيء العلاقة بالاتصالات والتنقلات وممكن يصير فيه عطل بجهازك الهاتف أو بمركبتك أو بسيارتك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه في كثير من الأمور المنزلية بتشغل فكرك اليوم ممكن تهتم في ترتيب البيت أو في نوع من أنواع شراء بعض الكماليات أو الإضافات للمنزل أو حتى صيانة منزلية ممكن تهتم في أحد المقربين لإلك أو الاتصال بأحد أفراد العائلة أو التواصل معهم أو الاجتماع معهم أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الأمور العاطفية عندك جيدة في قدرة للتواصل مع الحبيب بتعيش وأجواء جميلة خلال هذا النهار وبساعدك في كثير من الأمور وبتساعده في كثير من الأمور في أشياء مشتركة ما بينكم يعني يوم إيجابي بالنسبة لعلاقات المحبة والحضوظ أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وبرضو في عندك نوع من الاهتمام بالوضع الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف عن مستوى الشراكة المالية والعاطفية يعني في نوع من أنواع الدعم بيجيك من خلال شراكة شريك عاطفة أو شريك عمل فبتقدر تستفيد من فكرته أو من مشهورته أو حتى من الاتفاق على تطوير مشروع معين أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بدعم برضو المسألة المالية والدعم المالي ممكن يجيك عن طريق قرض أو مساعدة أو نوع من أنواع الهبات أو استرداد مال عن طريق تأمين أو عن طريق بنك أو عن طريق ضريبة مثلا في نوع من أنواع الدعم المالي ولكن بدك تحضر من المصاريف أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم في كثير من الاتصالات مع الخارج وبتكثر عندك الرغبة بأمور السفر أو التنقلات ممكن اليوم يصير في اللي عنده امتحان أنه يبدع في امتحانه واللي عنده قضية قضائية رح تكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة محمي علاقتك بزملائك بالعمل ورأسائك بالعمل جيدة ممكن اليوم يكون فيه إنجاز جيد ويثنى على أعمالك أو تمدح بإنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الصداقة هو اللي بيأوجه يعني تقريبا اليوم رح يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ورح تكون أنت النجم اللامع في هاي المناسبة وممكن يكون فيه لقاء أصدقاء أو اجتماع أصدقاء أو تلتقي بصديق أو تتعرف على شخص ويصير صديق مستقبل يستغل للفترة هاي بشكل إيجابي على مستوى العلاقات العامة بتساعدك كثير أما بالنسبة لبيت متعبك فأنت بتشعر بالوهن والتعب وممكن بعض الأعراض الصحية الغير اعتيادية حاول أنك أنت ترتاح وما تجهد نفسك حاول تنجز الأعمال الموكللة إلك باهتمام وحاول ما تدخل أماكن أنت بتجهلها راقب وضعك واحذر من تآمر بعض الأشخاص عليك بالخفاء حاول أنك تكون يقض تماما وما تأمن شر أي بني آدم برج الدلو برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذر من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على أموال وأرباح هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك على المستوى الشخصي أنا شايف اليوم الاهتمام بالشخصية والنفسية والتجميل والتغيير واللبس والهندام وقسط الشعر والأمور ككل هاي هي اللي بتلعب المحور الأساسي كاهتمام أساسي موجود عندك أما بالنسبة لبيت المال فأنا شايف أنه اليوم ما في فرص لمكسب مالي بس على الأغلب أنه بتضاعف عندك اليوم النفقات بيكون في عندك نفقات متصاعدة وفي كثير من الأموال اللي راح تصرف أو يكون عليك اليوم التزامات كثيرة حاول أنك أنت ترتب أمورك والجدولها بطريقة صحيحة على مستوى المال على أساس أنه ما تنضغط مالياً زيادة أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتنقلات الداخلية فممكن تحقق من خلالها نتيجة إيجابية أنت عندك قدرة أقناع عالية فاستغلها بالشكل الإيجابي واللي عنده امتحان راح يكون مبدع أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكرك في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أخ أو أب أو أم لحل مسألة معينة أو لوضع حلول لمسألة معينة عندك اهتمام بالمنزل بشكل كبير ممكن ديكور أو تغيير أو حتى تغيير السكن أما بالنسبة لبيتك الخامس يعني على المستوى العاطفي العمر مش إيجابي كثير ولكن في أمور عاطفية مستقرة موجودة على الساحة بتقدر أنت تتعامل مع الحبيب بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه في حضوظ بتدعمك على مستوى العمل وإنجاز كثير من الأعمال وبتهتم بصحتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك السابع في نوع من أنواع التوافق ما بينكو بين شريك المال وشريك العمل وبتقدروا اليوم تحطوا خطة لتطوير المرحلة القادمة أو لا خطوة جديدة أنتو حابين تقدموا عليها أما بالنسبة لبيتك الثامن في نوع من أنواع الدعم المالي أو طلب المساعدة المالية من قرض أو من شخص معين اليوم ممكن تكون إيجابية ويجيك هذا الدعم اللي يخفف عليك شوي من الضغوطات المالية ولكن بدك تدير بالك أنت من مصريفك لزيادة ونفقاتك لزيادة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم الأمور جيدة واللي بفكر بالسفر اليوم بكون سفر وميسر إن شاء الله اللي عنده امتحان أو مقابلة على مستوى جامعي فبكون مبدع اللي عنده تفكير بالسفر أو الاتصال مع أشخاص خارج البلاد بكون أمره ممتاز جدا وتواصله ناجح أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو بدعمك بشكل إيجابي على مستوى العمل برضو مع المؤسسات الكبيرة مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل برضو بدعمك بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى الصداقات والعلاقات العامة والعلاقات الاجتماعية فممكن اليوم تجيك مساعدات من خلال أصدقاء أو بعض المعارف وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت متعبك فبدك تحضر من أي شخص بتأمر عليك بالخفاء حاول أنك تكون حذر وتدير بالك وتحصن نفسك من العين والحسد وحاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي وغذائك وتقدر تنجز الأعمال الموكلة لإلك ما تخليها تتراكم عليك ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة ما تتغيب عن دوامك وإنجز أعمالك بالوقت المحدد برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بغسعك السيطرة على زمام الأمور واتدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك على المستوى الشخصي يعني الأمر متذبذب نفسيتك متقلبي خلال هذا النهار مرة بدك مرة ما بدك مرة مقتنع مرة مش مقتنع مرة بدك تنجز مرة ما بدك تنجز مرة بتهتم بحالك مرة ما بتهتم بحالك يعني في نوع من أنواع التقلب على المستوى النفسي اليوم أو المستوى الشخصي عندك ثقة في حالك ومرة تكون ما عندك ثقة في نفسك حاول أنك أنت تتغلب على هذه النقطة أما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم الأمور المالية عندك جيدة تقدر اليوم تحصل أموال عن طريق عمل إضافي أو عن طريق مساعدات ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من النشاطات والاتصالات والتنقلات بتساعدك في كثير من الأمور حاول أنك أنت تنجز اللي عنده انتحان أو سفر قصير أو خروج في نزهة بيكون الأمر إيجابي جدا لصالحهم وفي منك رح يهتم لموضوع إما هاتف أو موضوع سيارة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه في كثير من الاتصالات أو التواصل العائلي ممكن تهتم في منزلك أو في دعوة أو في مناسبة منزلية عائلية يكون في من خلالها فرحة أو انبساط أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور إيجابية جدا بتدعمك وبالدعم من مركزك على مستوى العمل وممكن أنك تراقب صحتك لأنه الفترة هاي أنت حابب تعمل نوع من أنواع التغيير بجسدك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه في كثير من الأمور اللي لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية بشكل إيجابي بتساعدك وبتسندك لدرجة أنه اليوم ممكن يصير تفاهم كبير ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن يجيك دعم مالي عن طريق هبة أو عن طريق مساعدة أو عن طريق أحد الشركاء في نقطة لها علاقة بالبنوك والقروض برضو اليوم إيجابي وممكن تقدر توخي السلفي كمان أما على مستوى الاستردادات المالية عن طريق إرث أو تأمين أو تعويض فهو إيجابي برضو لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم في رغبة للسفر أو الاتصالات البعيدة مع أجانب أو مع أشخاص ساكنين خارج البلاد واللي عنده امتحان جامعي اليوم ببدع فيه واللي عنده رحلات وتنقلات اليوم رح تكون بشكل إيجابي لصالحه واللي عنده قضية قضائية اليوم رح تتحرك باتجاهه بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأمور إيجابية على مستوى الصداقة ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وتكون أنت مميز طبعا هاي ما بتعمم على كل موليد برج الحوت هاي بتعطى لجزء من موليد برج الحوت يكون عندهم القابلي لهذا الموضوع فعشان هيك الباقي يكون الأمر روتيني عندهم أما بالنسبة لبيت متعبك فأغلب موليد برج الحوت اليوم بدهم ينتبهوا يحصنوا حالهم مظبوط من العين ومن الحسد ومن أشخاص بكيدوا لهم أو بتآمروا عليهم حاول أنك أنت ما تفشي سرك وما تتهور ما ترتكب أي شيء ممكن أنه يأذيك ما تروح على أماكن مجهولة حاول أنك أنت تكون حذر أنجز الأعمال الموكللة لإلك بالكامل ما تخليها تتراكم وحاول أنك تراقب وضعك الصحي وتقلباته وتهتم بغذاءك بشكل مباشر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء